اشتركوا في القناة 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 اللي بعده يعطينا 5 جامب ويعطينا 1000 Health ويعطينا 50 Magic Find نخشي اللي بعده برضه يعطينا 10 Stability يعني خاصية مو بمرك في سعادية وعنده يعطينا 1000 Health و 50 Magic Find اللي بعده يعطينا 3 جامب و 5 Stability و 10 عفن 1000 Health و 50 Magic Find طبعاً مع الباتون كل الخمسينات هذة 300 تمام؟ عندك أيضاً هنا التنمية الأخيرة يعطينا 1000 Max Health و 25 Light و 50 Magic Find هذة هذين ثانين الخمسة اللي أضافوها طيب وحين عندنا اللي هو البنبرية وش صار فيها البنبرية وش أضافوا وش عدلوا وش صلحوا طيب أول شي أضافوا إنه عندك البنبرية لما تشغل هذا فهي يطلع فوقاوتك زي على أنت القنبلة أوكي؟ هذة هذة دقيقة لكن الآن من أنتو بطحت عليها وهذه ممكن ما يشتغل لكن لنشوف المقرر هذة بعدين فإنشارها هي يكون البنبرية لأشغل وقتها طيب نجد عندنا القيام الأولى عندما ترون أضافة القيامة مرديدة هنا في الأولى اللي هو لو ترون أنها تغييرت العملة صار يسمى بلاس كوين حين صار النظام القديم الكوينات القديم اللي يحق السيزة الأول والسيزة الثانية يتغيير هذا الشيط أضافه شيء الشرحين الإضافية اسمها بلاس كوين وأضافه كوين ثانية اسمه البرنت كوين البرنت كوين ليس وضعه البرنت كوين ليس وضعه البرنت كوين ليس وضعه هذا خاص بأنك تلعب البنبرية من جديد تلعب بلاس كوين تلعب بلاس كوين يأتيك بلاس كوين بلاس كوين هذا الجديد تحتاجت فيه المونتات اللي هنا موجودة تشاهدون هذه المونتات قدامك الآن وعندك هنا أشكال القنابل تشاهدون أنه واضح هذه أشكال القنابل وهنا يوجد جناح ويوجد أكثر مشاغلة عن أخو حيث يمكن أن يكون فيه الأورو طيب نأتي الآن ونأخش على الشيء هنا هنا تستبدل الماء الحبة من البلاس كوين مقابل 10 حبات من بيضة التنين فممكن أن تحتاج حوالي إلى ألف من البلاس كوين عشان تستطيع تصنع التنين أو تجيب البيضة الرسمية لتنين نفسه بحيث يمكن أن تقوم بجبعين وتسوي التنين نفسه بحيث يمكن أن تتكلم على كل تنين بمقطع مفصل الحالة عشان يكون شرح أوضح بكثير ويكون سهل عليك أن تجيبه ننتقل الشيء بعدها هذه الطاولات ممكن تكون مجرد أشكال للطاولات أن تضعها عندك في الكلان يعني مجرد أشكال سوف نقول مثل السيارات للطاولات طيب ننتقل هنا وحين أضافوا هنا في القسم هذا نحن 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 نأخذ من الأشياء القديمة التي كانت عندنا أول في البوم بريان في السيزر أول السيزر الثاني أجمعوها لنا كلها في مكان واحد فلو تلاحظون أنه لم يجب أن تشتريها من السيزر الأول والسيزر الثاني لا تحوّل من السيزر الثاني تحوّل إلى شيء اسمه بيرنت كوين البرنت كوين هذا أضافوا عليه في القسم هذا يعني أضافوا أليين شبيهين بالتنين حق السيزر الأول والتنين حق السيزر الثاني أضافوا منهم أليات صغيرة يجب أن تشتري لهم عن طريق اللي هو اسمه البرنت كوين هنا عندك الكتب أيضا تغيرت أولا عندك كتبين في الانفنتوري في المكان الكتب لو حق السيزر الأول يجب أن تشتري لهم من حين لا صار فيه كتاب خاص بالبلس كوين يجب أن تشتري لهم والبرنت كوين يجب أن تشتري لهم هنا ننزل لبعده هذه البربات الخاصة هي عبارة عن بربات المبات المجهودة داخل هنا البرنت الآن بمقرب حوالي أربعة أحد عشرة تنقل ماب الماب تصنع الماب وتفتح بابة القتاوية الخاصة بالبمب ريال تكون خاصة تلعب فيها أخياتك تنظم دوري هذه البربات خاصة لتدخل تلعب فيها بمب ريال خاص ننزل الأخيرة هنا الآن تستبدأ البلاس كوين بأغراض معينة أغراض هذه تكون استلامها تدخل لك حبة واحدة أو على حسب كل واحدة سبوعيا لو نريد أن نستبدأ 30 حبة من البلاس كوين نأخذ ثلاث حبات توفلوب دورين كوين نستبدأ 30 حبة من دورين كوين وهو شيء مره كويس حيث أنك تجمع أنت وحبت أنك تجمع حق دورين كوين وهو شيء مره بطل هذا لها مشروع مستقبلا كفلوكس وعندنا الأخير وهو الخاصية هذه القطعة بحيث تطور نسبة المورية الداخلية داخل الجماعات القسم هذا كله يجب أن تجمع مرة واحدة أسبوعيا حيث من الأشياء التي تغيرت في نظام أطلت أو حتى نظام المطب نستطيع أن نستطيع أن نحظ شخصية ضعيفة بشكل أوضح نستطيع أن نفسرها بشكل أفضل بشكل أفضل بشكل أكبر معلومة ممكن طبعا أضافه ماء بايم جديد وهو سبعة نتحدث عن بايمهار والشكل وكيف وضعه وكل شيء بعد شوي خلونا نضيف أضافه على جميع العوالم عالم الموية، الهواء، الهواء، النار، عالم الجودة أضافه ماء بكثرة 10 هدفة والجودة 9 هدفة أضافه على 10 ولكن الدين أن يكون دقيقة عالية وكل هذه الوحدة للحالة فأنا نخلوها بوحدة بعدين تغضي الـ L1 أو R1 لكي تبدأ في شيء ذلك بحيث أن تدخل على الأوبرا الذي يجبك طبعا حاليا عندنا مثلا في الأوبرا 10 طبعا خاصة في قسم الجود طالب منك 15000 فرانك وطالب منك 2000 لايت 2000 لايت فأنت أول شيء الأوبرا 11 طالب منك 30000 فرانك أو أعلى وطالب منك 6000 لايت إذا لديك إشكالية في موضوع اللايت فأنا ننزل مقطع خاص في موضوع اللايت لذلك تستخدم منها أكبر بحيث تصل إلى 6000 لايت أو حتى تصل إلى 9000 إن شاء الله خلونا نبدأ نستكشف الحين على البيوم الجديد زي المشفوة قال ندخلنا للمطقة الجديدة المطقة الجديدة حين نشوف فيها هنا مهمة خاصة طبعا نموش نظام هذا السكرول ألا ما أدعنا بتضغط بش فضاء ونحطيه هنا بمادة ثانية يمكن تشعرون هذا الشيء قابل للتجارة ونعرف إن شاء الله غيب إن استقبلاً يعني بشكل أوضح طيب نأتي هنا بنشوف إن فيه دنجينات كثير فيه ساهم على فوق وفيه دنجينات ساهم على تحت هنا فيه أخي نقول الشيء المختلف فخلونا نشوفوا حين نحلم الدنجينات ونشوف اللي هو الأور الموجود في المطقة طبعا لو تشوفوا الآن فيه هنا عندنا تحت هنا هذا أور ونحطيه هنا جديد يعني تخطيه إليك تطلق عليه أو إليك تتخليه مثلا هنقول المونت نفسي إنه يدعس عليه يعني فزل ما شوفون لو تحطون تحت تحطين زي منطقة تحت ومنطقة فوق كل واحدة تخطف على الثانية فخلونا نشوفوا الآن المواد أو أول ما المواد اللي لغفوها جديدة ثانية طبع زل ما شوفون نحنا حين في هذه المنطقة زي المكان البداية اللي هناك وحين مكان ثاني فلنشوف هنا عندك اللي هو تجيب لها اللي هو الأشن أو الأش تستبدل لها من قبل عشين حبة منك أه الكلام شو أو شي زكيت طغير طغير اسمها زكيدة وعندك الشغلة ثانية اسمها كلاودي أكاشي طبعا هاي شو السوج وتطلع ونعرف إن شاء الله مستقبلا عن الشياء اللي ممكن تطلع لنا لصديق هذي طيب نخرج عن اللي بعدها عندنا الشياء الجميل هذا أنك تستبدل اللي هي آآ طيب ننتظر نطلع بعض شوية نطلع هي من خلال الأهلة الوغا النهاري آآ عندك اللي هو يقولك مقابل كل القطعة من هذولي أخنا نقول زي الأشن آآ تطلع حبتين من آآ تحتها عندك هنا ثلاث حبات من آآ بورسيل ثلاث حبات منها ثلاث حبة واحدة من آآ عندك هنا اللي هو آريديوم يعطيك خمس حبات يعطيك آآ آآ فبتحص أنت ترى الآن توقع الآن آآ آآ سندر آآ سندر آآ سندر آآ خمس حبات يعطيك تس حبات يعطيك شيء مرة كثيرة صراحة ف بنعرف هذي المرات كلها كيف نقدر نجيبها من شاء الله لنعرف خلص هذا الشيء وهل فهل تفيد ممكن أن نخش فيها تجارة مرة كويسة أو لا عندنا هنا برضو اللي هو أول شيء عندك المفتاح الخاص بهذا الصندوق آآ طلباتها هذه إن شاء الله المواد هذه هي عبارة على الإرديوم وعندنا اللي هو إمبرس لاغ وعندنا البورسيل واخر شيء آآ عندنا جربة برضو هنا صندوق آآ تجيب له السندر تصع منه صندوق هذا عندك برضو اللي هو الكليم أو الكليم تشو آآ بطلب منك اللي هو الاشن سبور أو خانجسي سبونج قصده وعندك اللي هو آآ الأخيرة الثانية اللي هي آآ الغربتشو ما عدا توقع حالا شيء جمع ما هدوش تقريب لكننا بنعافه إن شاء الله بمستقبلاً وعندنا ثلاثة تحت هذة كلها معرفة خانجسين منها من الزراعة والأخيرة سنبر آآ أو سنبر هذة كلنا نعافه بمستقبلاً عندنا الشخصية هنا القسم الثاني هنا مضوع صناعة الشخصية اللي ها بيصنع الشخصية بطريقة المواد فالعيني بيكون مضوحة غالكتري يا حبيتين هنا عندك اللي هي المادة ثانية كيف تصنع الفينيكس ميوت أو كيف تلقاه ورادينت سوال أيضاً عندنا هنا بغضو قطعة اسمها سان بيم كنتينر كيف تقدير توفير المواد هذة كلها إن شاء الله المواد هذة ونشرح عنها بالتفصيل كل واحد منهم في مقطع مستقل خاص فيه بيكون مقطع قصير لكي يكون سهل أنك تشوفها وسهل أنك تبحث عنها يعني بطريقة سريعة عندنا هنا بغضو حطين كاستم توفير المواد هذة وتصنع الكاستم هذا كاستم خاص بشخصية الجديدة بغضو هنا كاستم ثاني كاستم ثالث وعندنا هنا جناح توفير المواد وتصنعها توقع هذة كلهم ممكن ممكن يكون قابلين للمتاجر في ممكن يحصلون في السوق في سبجة المرة قريب يمكن ونزل لهم مقطع خاص قابلين التجارة ونزل لهم مقطع خاص يكون ونزل لهم بغضو عندك هنا الالاي الجديد وعندك هنا بغضو الالاي صحيح ما يعطوهم مفاعدة كبيرة لكن مش تريد تعلمهم عندنا هنا يعطيك الالاي يعطيك متى لكم سينلايت وسبعة اكسبيد مرضيك هذا ماونت وعندك الاشنسول والاشنفيرن بغضو هذة طلب جديد وعندنا موضوع هنا مونت وعندنا اضافوا كتابين جديدة كتب اللجندري يعطيك مواد اضافية ايضا تمام وعندنا هنا كتاب من كتب اليومية او كتب اللي بديك كمدعب الخاط تحصل على النقاط بشكل مرسرية طيب نزل لبعده عندنا مخشف موضوع كريستل جيمز طبعا اضافوا لجمات كريستل كيف بيكون مضوحة مضوحة بيكون عندك تطور جمات الاستلر الى جمات كريستل كيف الطريقة هذة مغطر مستقل بس في مجرد التوضيح الان كيف تجيب الاشياء اضافوا اضافوا مواد هنا صديق كريستل امبورد جيم بوكس هذه تفتحها تطلع لك جمات كريستل اذا اتمنت بحابة تطور هنا صديق خاصة لدي هذا صندوق مثلا خاص مثلا بعالم اه توقع هنا الحمار هذا خاص بعالم النار اه توقع توقع هنا اعلم الموايا وهنا الاخيرة الكوزميك تمام عندك القطع هذة قطع هذة تساهم عندك هذة وهذه قطع هذة تساهم في تطوير جمات كريستل بعد الليفل 25 طبعا بعد ان تصل الليفل 25 تحتاج القطع هذة لكي تطور بشكل اكثر اما كبداية كان هي جمات كريستل تطوير تطوير عادي رفلها مقاول دست وزي كذا القطع هذة تطوير الجمات من ستلر الى كريستل وحطي لها هذة 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 بقابل 15000 كشيبات اما بقيت الشيء نفسها نطقل الشيء اللي بعد عندنا هنا اضافوا الايات ومارونتات وطيور يعني طيور وكل مارون يكونوا فيها علامة الوينغ انه يطير ويمشي اه بردو هنا في الحال عبارة عن مانتات تحطوا اجنة جناحين اه جديدة وحطين بنار وحطين بردو هنا اه توقع هذة الاشياء كلها قابلة للمتاجر فممكن تحصلونها بالسجل توقع الله العالم توقع ان هذه قابلة للمتاجر ان شاء الله نتعمل فيها بشكل اكثر في الايام المقبلة هنا لو حبيت تصنع الالة هذه الجديدة وتضعها عندك في الكلان تقدر تصفوا لها الطلبات هذه تتخذها وتضعها عندك في الكلان حيث يكون توصيلها للعبين بشكل اسهل طيب حين احنا عرفنا جميع الاشياء نجمعها ونرään مرب 눈 الجديدة للعرافة في العالم الآن هذا النوع الثاني المرب الوقت رادن هنا البراسيل الرادن المرحلة الثانية. فنحن نرى مواد اضافية ثانية. قبل أن نزلنا من العالم العلوي نحصلنا الثاني. أتوقع هذا هو السلاك. هذا هو هنا. وأتوقع نجد الآشن. فأيوه. مبهنة أتوقع. أتوقع هنا. أتوقع هذا من جرد المرحلة. لا يمكن أن تكون هناك. أتوقع هناك. أتوقع هناك. هذه القطعة الحمراء. وهذه. يتوقع الآشن. يتوقع الآشن. أتوقع الآشن. هناك حالة دنجل خاص بالرسبي. فنذهب إلى الدنجل. أتوقع الآشن. أختصر للوقت. أثناء. يتوقع الآشن. توقع الآشن. يتوقع الآشن. يتوقع الآشن. اعطانا رسبي اضافي اقدر استخدمه و اتعلم منه كمستر اضافي فيه دنجل ثاني بس اتوقع دنجل خاص في منطقة ثانية يعني مع المغنوب خاص في منطقة هذي طبعا من الشيء اللي غيروها في اللعبة ان شخصية الشادو هذي هي هذه الشخصية تماما رفعه من قوتها وايضا عندك اللي هي شخصية الورد اللي هي هذه الشخصية ضعفوها بشكل مر كبير يعني خصوصا ان كان التحديث الماضي كان مقونا فيه بعدين ضعفوها كثير لانه لاحظوا انه لاحظوا انه لاحظوا ان يلعب فيها اساسا لاحظوا ان في الناس كثيرا ويلعبهم بهذه الشخصية طبعا من الشيء اللي اضافوها ايضا عندما تدخل هنا في قسم الدفنتي نحطوا اه كاستوم خاص في شادو تور لشخصية اللي هي السولارين هذا كاستوم خاص فهنا بصنا الان انشاء اللي اخذها لمستع طيق يعني طبعا احبا ايضا تصنع الالة الجديدة كنت تدخل هنا عندك في الا هذه اللي هي بلدر كافتينج بنش وتجي هنا عند الخانة الثانية هاتحصل الالة هنا عندك تصنعها فبس هولما وفهم طلباتها اشوف اطمتها عمارة سهلة عشان بس تصنع الالة هذه وتحطها عندك في الكلاب او في الكلان اللي يجبك طبعا ايضا من الاشياء اللي اضافوها عندك في الالة الخواتم لو تجي تخش هنا وتحصل انهم حطوا خاتب خاص لشخصية سلوة طبعا انا نشوف كلهم واحد بدا مننا سواء كفزيكال او ماجيك تصنع على الخاتب حق فزيكال او الدماج وتحطيه هنا او هنا كل واحد فبس هولهم حطوا بوكس خاص في شخصية سلوة بدا ايضا انتم حبيت انك تحصل على القضاء الخاصة بالجمهات الكاسترية فحطت لك ياها هنا في الكسف الأخيط طبعا انا هذا في مننا هنا حق تطوير الجمهة من السلوة الكاستر اذا انتم حبيت انك تتعيش في دوامة انك تطلع جمهات اصنع الحبة هذه بقابل 575 حبة من سندر تشارج كوستل سوف اعلمكم انك كيف تجيبونا وعندك مطلب هذا اللي هنا تجيب وهو يطلب منك اربع حبات من كل واحدة من هذولي طبعا واحدة تستهلك 30.000 يعني اخاك قول بالعربي يطلب منك 120.000 على كل النوع عشان اططور الجمهة اللي عندك من السلوة الى كوستل تمام يعني هو يطلب منك الهين هذي تستهلك كل هذه الاربعة عشان بس تصنع حبة واحدة فهو طالب منك تصنع 10 حبات فهو يطلب منك ارقب ما هو انا اشوف عن نفسي صراحة اني اخر واحدة مقابل 15.000 من الكيوبات الموجودة في الستور يمكن اسهل بمراحل من انك تسويها ضد طريقة صراحة سوف نشوف هنا نشوف هنا كريستل جيمز اشوفنا هذه القطعة ب 15.000 اشوف ان هذه القطعة مرة مناسبة اوفر بكثير من القطعة السابقة بحيث انها كتاكلفة اجمالية انك تطيع دست حقك الحرام عليك بقابل انك تسويها اشوف تذكر حرارة جدا ومناسب من الاشياء الجديدة ان اضافوا اشكال جديدة سواء كان من ميلي او بيستل او ستاف او سبير او حتى بو او حتى فيسو هات فانصرك تصنع هذه من جديد وتتعلم منها من جديد بحيث ان يزود عندك الميستوري ولا يكون لديك خسارة مرة كثيرة طلباتها مرة سهلة فانصرك من تسويها عشان تطلبون منها او اذا انت عندك من الاشخاص اللي عندك مثلا كيوبت مرة كثيرة فتقدر تجي عند قسم المور هنا تنزل تحت اخر شيء ستحصل هذه مقابل 5000 لكيوبت عشان تصنع لك اللي هي تاخذك 10 حبات من السوبر ان يطلعك عن انواع مختلفة من الاشياء اللي عندك وتكون عشوائية طبعا من الاشياء ايضا من الاشياء اللي اضافوها الجديدة انها حتو رسبيات اللي تضطلق هون القديمة انا كنت متعلم جميع انواع الرسبيات فالان اضافوا منها السلالات جديدة فتقدر تشتري او تجمع دنجلات في العوالم القديمة وطلع منها رسبي وتعلمها بحيث انك تغطي جميع انواع المشتري اللي من يجع انطيق رسبي الخاص بالمناطق فهذه برضو اضافة جميلة ايضا من الاشياء اللي اضافوها جديدة عندك الالة هنا اللي هو دلف ووكبينش تشيكها الاولى هنا انها اضافوا الطاولة هذي بحيث ان دينبيك تصنعها وتحطها عندك في الكلان او بيتك اللي يعجبك واخر الشيء رس نتكلم عنها اللي هم ان نفعوا الرانك الى ستة وربعين الف ورفعوا الميستري الى تسعمية ميستري رانك اتمنى المقضى اجابكم اشترطوط عليكم اغلب الاشياء ان شاء الله كل الاشياء اللي اضافوها او غيروها في اللعبات ان شاء الله من زي ما قلنا احنا ننزل بقاطع منفصلة عن الشي هذا كل شي نزل بقاطع على الحسب ممكن تكون مقاطعة قصيرة او ممكن تكون مقاطعة طويلة على حسب كل واحد منهم فاتمنى المقضى اعجبكم اغلبكم عافية ومشاهده ان شاء الله في المقضى القادم اغلبكم عافية ومع السلامة وعذرنا على اللي طالة اغلبكم عافية اغلبكم عافية اغلبكم عافية اغلبكم عافية